كرم مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة الشارقة أوائل المتسابقين والمتسابقات في ختم مسابقة حفظ القرآن الكريم في دورتها السادسة التي نظمها برعاية جمعية شارقة الخيرية وأشارك فيها نحو مئة حافظ وحافظة في مختلف الفئات يمثلون مدارس إمارة الشارقة الحكومية وأكد الشيخ عبد الرحمن المعلى رئيس المجلس السعي المستمر إلى تحقيق شراكة الكاملة والتكاتف بين مؤسسات المجتمع المحلي وتقوية الرابط بين أولياء الأمور ومدارس مدينة الشارقة لتعزيز القيم الأخلاقية الدينية والإنسانية في نفوس الطلب